دخلنا إلى المسجد وجدت الصلاة قد أقيمت الإمام بدأ في الصلاة ماذا أصنع؟ أكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر وأدخل مع الإمام على أي هيئة يكون عليه الإمام قائم راكع ساجد جالس أدركت الإمام قائما أو راكعا هذا معناه أني أدركت الركع أدركت الإمام ساجدا أو جيدا جالسا هذا الركع فاتتني أقضي بعد سلام الإمام دخلت إلى المسجد والصلاة لم تقم بعد ماذا أصنع؟ نتدأ أنا أبن نتدأ مسجد نتدأ أتينا قنا نسالات إقامة يتقبرا لني الرجال لا بد أن يتقدموا للصفوف الأولى ويتأخر النساء أودات إن تدأ أخوينهم ناقد إن مجمري أبت مجمري أسأل فهم أتقول لهم دك نسية تخينا ندماء ندحري تكونا وصلي تحية المسجد وصلي السنة الراتبة إذا كان لهذه الصلاة سنة راتبة كصلاة الفجر لابد أن نجعل المساجد عامرة بذكر الله صلاة قراءة قرآن مواعد وخطب لا يمكن نجعل المساجد أماكن للعب لا يمكن أن ندفن فيها الأمواد نجعلها كالمطاعم أماكن للأكل والشرب أو كالفنادق أماكن للنوم لا يمكن أن ندفن فيها الأمواد لا يمكن أن الإنسان يأكل ويشرب في المسجد أما أن نجعل المساجد مثل المطاعم والفنادق هذا لا يليق ببيوت الله لا يرضى بعض الناس أن يصنع هذا في بيتي لكن يتعدى على بيوت الله لا يمكن أن ندفن الأمواد في بيتي لا يرضى أن يدفن الأمواد في بيتي هذا يمكن أن ندفن الأمواد في بيتي كم تعزيا سبيغبالو لاعب التلفونات في المسجد الآن أبت مسجدون بسلكتاتي ندفن أغلو صواتاتي نسأوت هذي بيوت الله لا بد أن نجعل لها حرما والله أعلم سلازي إزيناي رب قذا مساقد كنا خبري قبأنا نايرب قذا أزدزو اللو سرحتي خنصرحا اللو يقبأنا خبزو السؤسخون السرحتي أبتناي رب قذا خنصرحو أيقب أعنا شكرا